بس عشان انا وقتي خلاص عايزين نروح للفقرة التانية من الاصلح في الفترة القادمة مدير فني وطني مصري ولا مدير فني اجنبي الجير من اللاعبين الغير عاديين والاهلي والزمارك والسماعي والاهلي كان لعبة فيه احسن من الفرائتين وكان عارفه كل حاجة ازاي اتعامل مع النهوم انا في اللحظة دية مش عارف ايه كارت تعملين المصريين عشان اقول مصري او اجنبي بس اللي انا شايفه ان مستر هيكتر كوبر مفروض انك كانش يطلع من المنتخب اللي نعمل شغل من المنتخب الناس بتتكلم كل واحد دلوقتي يجي تكلم يقولك طب ايه المشكلة ما ترجعه حسن شحات الفين وستة الفين وتمانية الفين وعشرة حتى في تمانية واسهين كان كابتن جوهري الله ارحمه يعني اذا المدرب المصري هو اللي بيحق بطولات مع المنتخب انا شايف ايه المشكلة الرأي مع الناس ايه المشكلة عندنا مدربين كتير كويسين انما ايه المشكلة لكابتن حسن شحاته ما هو موجود ايه المشكلة ما درب المنتخب تاني والناس متقبلة حتى لو بعد ثلاث بطولات اخفقنا ان احنا نوصل كابتن حسن شحاته رصيده كبير جدا 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 عند الناس وانت طول ما انت عندك رصيد الناس هتفضل متقبلك ولو مش متقبلينك مش هيقوله رجعه كابتن حسن شحاته ما يرجع يمسك ويعمل منتخب محترم ايه المشكلة وبعدين اقولك على حاجة ده كابتن حسن شحاته قديك شفت المواقف ده فيه مواقف اتعاملت قدامي الناس كان فيها قرارات تربوية وفيه مواقف الكابتن حسن بتعدي كده بس كانت بتعدي قدامنا وبتعدي في النص محدش وبالذات كلام لما يتقل كلام لما بتقل منك انا عندي قبل كده لعيب كبير قوي قوي كان عندنا الباص هيتحرك على التمرين لعيب كبير قوي الباص اتأخر ثلاث دقايق قالك الباص يمشي رجعك بتاكس عصلنا بتاكس لأ وبالذات كلام منك انت لان